تلت مدافعين وتلت مهاجمين على طاولة مرسل كولر الموديل الفني الحالي للنادي الاهلي علشان يجيب مهاجم وعلشان يجيب مدافع في الانتقالات الصيفية المقبلة تلت مدافعين اه قدامه تلت مدافعين ايضا تلت مهاجمين هنتكلم ايضا عن حالة احمد رفعت نتمنانه كل الشفاء طبعا نتكلم عن حالته الصحية في الوقت الحالي هنتكلم ايضا عن مهاجم النادي الاهلي مهاجم النادي الاهلي وانتقاله الى نادي الزمالك كل التفاصيل دي هنتكلم فيها في الفيديو ده. علشان كده الفيديو ده مش محتاج لحاجة واحدة بس اللوائك الكاميل بتاعك. تشيرك في قناة وانت مش مشيرك في قناة تفعل زر الجرس علشان وصلك كل جديد. وهنا هيوصلك كل جديد. ركز معاك كده واكتب لي معاك وكتب لي في التعليقات. انت رأيك ايه في التلات مدفعين اللي هقولك عليهم? ورأيك ايه في التلات مهاجمين اللي هقولك عليهم? مين افضل واحد من نسبلك انت? عايز يكون موجود داخل القرعة الحمراء. عايز يكون موجود مع تيم النادي الاهلي. تكتب لي ده في التعليقات. اول حاجة طبعا هنتكلم عن التلات مدفعين والتلات مدفعين اللي واحد منهم هيكون احد لعبي النادي الاهلي هيكون محمد اسماعيل وهيكون ايضا اياد العسقلاني وهتلاقوا فيديو على قناتي على اليوتيوب بتكلم فيه عن مهارات وامكانات اللاعب وهو لاعب مميز جدا ونجيب لكم فيه كل التفاصيل بتاعة اللاعب. هنتكلم ايضا عن تايد فهو عمر فايق. باختصار كده جماعة اقرب واحد في التلات مدفعين دول لمرسل القرر والادارة النادي الاهلي وهو لاعب النادي الاسماعيلي السابق ولاعب روستوف الروسي الحالي وهو اياد العسقلاني. ليه بقى? لان هو زي ما قلت لك انا خلاص مش هتكلم عنه تاني في الفيديو ده انتوا دخلوا على قناتي هتلاقوا الفيديو في كل مهارات اللاعب وفيه كل امكانات اللاعب وفيه كل ارقام اللاعب. واللاعب على فكرة جماعة لعب مباريوات قليلة جدا مع النادي الاسماعيلي ومن خلالها قدر ان هو يحترف بره. لما لاعب يلعب حزاشر مباراة. ومن خلالها يحترف بره فده لعب كبير جدا ولاعب مميز جدا. اهل النادي الاهلي كان شايف اللاعب والمفوض ان هو كان يجيب اللاعب قبل ما يحترف بره ان هو لعب كان سنه صغير وبين وواضح ان هو اه اه اللي هيضفو لك وعنده حاجة جميلة جدا يعرف يقدمها لك. ولكن هو كان في الاسماعيلي وانت عارفين العلاقة ما بين الاهلي والاسماعيلي كانت عاملة ازاي? ولكن هو دلوقتي الحل الوحيد اللي ممكن او الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي لاعب ما يجيش النادي الاهلي هو انه يستمر في الاحتراف وبقى دايما حاب ان هو يكمل في الاحتراف. اما لو هو حابب ان هو اه اه هيرجع مصر فالنادي الاهلي فاتح له الابواب من دلوقتي من دلوقتي لحد الانتقالات الصيفية المقبلة ام ده بخصوص حتة المدافع اما لو هنتكلم عن حتة المهاجم فعايز اقولك اني اول واحد في المهاجمين وعلى رأسهم مهاجم نادي الزمالك يعني مهاجم نادي الزمالك هو اقرب واحد للانتقال الى النادي الاهلي ولكن اقدر اقولك دلوقتي انه هو مهاجم نادي الزمالك السابق والبنك الاهلي الحالي لانه هو تم بيعه يا جماعة مش اعاره هو تم بيعه اسامة فيصل اسامة فيصل هو دلوقتي واحد يرحل اه ممكن مودس يرحل جدا كمان. كهرباء كهرباء في ناس كتير جدا شايفة مش هو اه لاعب المركز مركز الاسترايكر او المواجم الصريح اللي تقدر تعتمد عليه. في ناس شايفة كده. وفي ناس ايضا شايفة ان هو حد جامد جدا. ولكن باختصار هو اقرب حد علشان يكون مدعب في النادي الاهلي. هو مين? هو اسامة فيصل. طيب دي جزئية الجزئية التانية. لازم نخلي بانها منها وهو ان في اتنين لعيبة كمان. على رادار النادي الاهلي. ممكن واحد منهم يكون بديل لأسامة فيصل. ولكن انا بقول لك ان الرقم واحد هو الاولوية. هو اسامة فيصل. من اللي ممكن يكون بعد اسامة فيصل على طول وهو عودة مين? محمد ياسر لاعب النادي الاهلي. عودته لنادي الاهلي. طيب اللي في المركز التالت مين? احمد عاطف. هل احمد عاطف فعلا ممكن ييجي اونادي الاهلي الحالي ممكن يجي اه ممكن يجي وبقوة كمان ده من ناحية مهاجمين الاهلي مهاجمين الاهلي وايضا مدافعين الاهلي اما عن ناحية نادي الزمالك فحب اقولك ان المهاجم النادي الاهلي يقترب من نادي الزمالك لو مرجعش النادي الاهلي محمد شريف محمد شريف مهاجم النادي الاهلي يا جماعة عايز اقولك ان هو ممكن بالنسبة كبيرة يروح النادي الزمالك زي ما الكل بيقوله زي ما الناس بتتكلم ولكن هل هو لو خلاص خلاص كده مش عايز يكمل في السعودية وحب يرجع طب الاهلي مش عايزه او مش محتاج او عنده المهاجم اللي هو مستمر معاه فخلاص وبهذا كده كده هيروح نادي الزمالك نادي الزمالك عايزه على فكرة جماعة ومتمسك باللاعب والكلام ده مش من دلوق ده من فترة كبيرة جدا فبنسبة كبيرة لو النادي الاهلي ما خدوش ثق تمام السقة انه هو هيروح على نادي الزمالك دي الجزئية بتاعة محمد شريف باختصار اما عن جزئية احمد عاطف فاحمد عاطف مش محتاج مننا غير حاجة واحدة بس وهو الدعاء ان احنا ندعيله لانه في حالة خطرة جدا جدا القلب توقف لفترة كبيرة جدا تخطط الساعة ونصف وبالتالي هو كده في حالة خطرة جدا قعدوا فترة كبيرة جدا علشان يعالجوا القلب او يعملوا انتعاش دي القلب فده خلاه استجاب شوية وبدأ يعني يوصل لحتيت الوعي اللي هو بسيط ولكن للاسف الشيء لسه صحيته يا جماعة او الحال اللي بتاعتم مش مطمئنة على الاطلاق دي القصة باختصار وده كان الفيديو باختصار لايك لجميل والاشتراك في القناة تابعي لزر الجرس علشان وصل لك كل جديد وسلام عليكم